الان الى فقرة تريند وابرس ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تم رفع الحجب عن تليجرام في العراق بعد اسبوع على حظره واضح بيان صادر عن وزارة الاتصالات ان هذا القرار جاء نتيجة لتجاوب الشركة المالكة لتليجرام مع متطلبات الامان الوطني بما في ذلك كشف الجهات المعنية بتسريب بيانات المواطنين واضفت الوزارة انها حريصة على حرية التعبير لانها دعت في الوقت عينه الى ضرورة التزام الشركة المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين وتعد منصة تليجرام من ابرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في العراق حيث يعتمد عليها العديد من المواطنين لتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة المحتوى والاخبار وتفاعل المواطنون العراقيون مع هذا القرار اذ عبر قسم كبير منهم عن سعادتهم به بعد ان امتثلت الشركة لمخاوف الحكومة العراقية لكن هذا لا ينفي ان المستجدات المحيطة اصلا بالقضية كانت موضع استغراب بالنسبة لعدد من المواطنين العراقيين بليغ ابو كلل كتب على منصة اكس قائلا بالاصل تليجرام لا يهتم لأي دولة الى الان ولم يقدم تنازلات كما قلت لك لأي دولة في العالم ولم يعلق اصلا على حظره في العراق ولم يعلق كذلك على رجوعه حظر التطبيق كان غير مبرر كما يقول والتي تنازل للتطبيق عن سياسات او سياسة الخصوصية سينقضه الكثير او سيفقده الكثير من مستخدميه فما الداعي لأي مستخدم ان يفضل تليجرام على واتساق كما يتساءل الى تغريدة اخرى الان والى سعد جابر يقول مع فائق الاحترام والتقدير للجهة المذكورة لم يرد اي تصريح رسمي من ادارة تطبيق تليجرام على هذا القرار الاخير اما محمد خيران لا فيستنكر كاتبا في الدول المحترمة من المعيب جدا ان يحدث خلل وان يتم اصلاحه دون التطرق للفاعل او محاسبة المقصر للمزيد عن هذا الموضوع نرحب معنا من بغداد بالمختص في حوكمة وامن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي انور اهلا وسلم بك معنا علي اولا كيف تباتى هذا القرار قرار الحكومة العراقية بالتراجع عن قرارها السابق القاضي بحصر تليجرام نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولكل من يشاهدنا حقيقة استغربنا من الرجوع السريع في رفع الحجب مثل ما استغربنا في قرار الحضر نفسه هذا يدل على انه هناك اشكاليات معينة او عدم ثقة في الحجب وفي منعه فليس من المعقول خلال ايام تطبيق يصبح خطر وتهديد للامن القومي في البلد وبعد ايام بسيطة يكون متاح للجميع فاما هو خطر ويجب التعامل معه على انه خطر واما هو متاح ويجب التعامل معه على انه احد وسائل التعبير اما التعامل في مزاجية وآراء معينة وهذا نوع من التخبط في ادارة ملف حساس ومهم اليوم نحن جميعنا ندرك ان الوسائل التواصل الاجتماعي فيها مخاطر فيها حدين فيها ما هو جيد وما هو ايجابي عفوا وما هو سلبي ولكن كل الحكومات لديها معايير وسياسات واضحة في ادارة هذا الملف لا تتعامل بهذا الملف بين ليلة وضحاها اليوم نحن نستنكر هذه الافعال مرة يتم قطع الانترنيت بسبب مظاهرات مرة يتم قطع الانترنيت بسبب وجود امتحانات لا نعلم الاسباب غدا او بعد غد ستكون ممكن لأي سبب تراه الحكومة نحن الآن هذه المنصات تتحكم بارزاق الناس تتحكم بمنصات تخاطب العقول العراقية لا ننكر وجود مخاطر التسريبات التي حدثت لا يتحملها منصة تليغرام بل تتحملها الجهات التي تم تسريبها تتحملها سياسة الحكومة في عدم وضع سياسات نعم هناك تسريبات تم استغلال تطبيق تليغرام في تسريبات لبيانات مهمة في الحكومة العراقية وفي الدولة عموما اليوم التليغرام كان وسيلة وليس هو الأصل في التسريب طيب علي وزارة الاتصالات أكدت أن الشركة المالكة لتليغرام تجاوبت مع متطلبات الأمان الوطني هنا نسأل كيف يمكن لتليغرام أن يهدد هذا الأمان الوطني نعم حضراتكم تعرفون أن هذه المنصات تتعامل مع سياسات خصوصية وهي ملتزمة بها أكثر من الحكومات نفسها بشكل عام ولا تكلم فقط عن الحكومة العراقية لا يمكن لتليغرام أن يخاطر بهكذا أمور لأجل مجاملة مع الحكومة العراقية أنا أتوقع أن كان هناك أمر معين تم تصفيته بشكل مباشر مع أحد الجماعات أو تم الوصول إلى بعض الذين كانوا هم سبب في هذه التسريبات وإيقاف المنصة كان لأجل منع التسريب وتقليل المخاطر نحن نريد أن تتعامل الحكومة بشفافية أكبر ممكن أن تقول أنها قامت بهذا الفعل من أجل السيطرة على الخطر ولا تبرر أن هناك مخاطر من شكل آخر وأن تليغرام استجابك اليوم لو نضع هذا الكفة المخاطر مع تطبيقات أخرى فإذن لن يبقى أنترنيت بالعراق كل التطبيقات فيها مخاطر كل الأنترنيت بشكل عام هو خطر فيه مخاطر وكل الدول تتعامل مع هذه المخاطر من خلال قواعد وقوانين وهناك قوانين مجافحة الجرين ماريكترونية بالنسبة لهذه المخاطر ما مدى أرجحية تسريب معلومات من هذا النوع وبعضها يوصف بأنها معلومات حساسة من منصة كتليغرام من تطبيق كتليغرام ومن هي الجهات القادرة على ذلك الجهات هي هناك جهات يأما يكون موظفين حكوميين يأما جهات سياسية أو مجموعات كانت تنوي أن تلعب دور معين خاصة نحن مقبلين على انتخابات لأن جزء من الملفات أو البيانات التي تم تسريبها متعلقة ببيانات الناخبين نفسهم فاليوم من يتحمل هي الجهات التي تم تسريب البيانات من عدها أنت لا تحملني وتمنع عني تطبيق مهم أنا أحتاجه في حياة اليومية مرتبط بأرزاق الناس في شركات توصيل في منصات عديدة تقطع عني لأنه أنت غير مسيطر في مؤسساتك اليوم المؤسسات الحكومية تعاني من ضعف نتكلم عن أمن المعلومات ضعيف جدا في المؤسسات الحكومية وسيتكرر هذا التسريب لن تقم الحكومة بوضع خطة لردع هذه التسريبات التسريبات حدثت البيانات كانت حساسة التسريبات ليست موجودة فقط على التليجرام هناك منصات أخرى لا أريد الإعلان عنها حتى لا يكون ترويج لهذا الموضوع تبث نفس هذه التسريبات لماذا لا يتم منعها وحتى الحكومة لا تستطيع لأنها موجودة على الداركويب وموجودة في منصات معينة فالأمر ليس في حجب المنصات ووسائل التواصل الأمر فلنعترف أن هناك خطأ نعترف أننا ضعيفون في عملية الردع ووضع استراتيجية لأمن المعلومات يجب أن يكون هناك خطة والتزام بمعايير دولية من أجل الحفاظ على أمن البيانات الشخصية للمواطنين بشكل عام وأمن الدولة بشكل خاص شكرا